مدير التصوير الرائع الأستاذ سعيد شيمي أهلا وسهلا بحضرتك معنا أهلا بيك يا فن أهلا بيك أستاذ سعيد شيمي أنا عارفة أن حضرتك عندك حكايات ورويات كثيرة جدا جدا وتجارب في أفلام كثيرة جدا جدا لكن أنا عايزة أبتدي من البداية بداية شاب صغير في كلية الأداب قسم تاريخ ثلاث سنين ثم هاجرت كلية الأداب إلى معهد السينما إيه الموضوع؟ أنا بحب التاريخ بس أنا بحب التاريخ من خلال السينما يعني اللي خلاني أحب التاريخ إن أنا وانا صبي يعني كنت أتفرج على الأفلام حربية وكده وضربه وكده وأعوز أعرف الرومان دول بيحربوا الفرسي ليه الفايكينج دول جايين من الشمال إيه فده اللي خلاني أحب التاريخ السينما لما قدمت لما أخدت السينوية العامة وقدمت طبعا كان والدي توفى وخالي هو ولي أمري عاوزني خش كلية التجارة وأبا معهم هم تجار أبا معهم في المحقلات وكده طبعا قدما كانش أنا كنت حاطت عيني على السينما من سنة مقارد تسعة وخمسين افتتاح مععد السينما 24 أكتوبر تسعة وخمسين ما كنتش عارف السينما دي وتدرس يعني فأنا قررت إن هو السينما رحت سألته وعرفت كده فالمهم بقيت طالب في الجامعة لما رحت مععد السينما ومحدش يعني امتحنت ومتقابلتش يعني لكن دخلت تاريخ بعيد عن التجارة خالص لأن حاجة أنا بحبها وبعيد عن التجارة أنا أصلا ضعيف جدا في الحساب يعني فاستمرت كل سنة أقدم في مععد السينما وخشش وعملت أفلام وأنا في الجامعة عملت فيلم اسمه حياة جامعية تسجيلي على النشاط والحياة وكده والحد جاء الله يرحمه أستاذ أحمد الحضري عميد لمععد السينما أستاذ الحضري ما عندوش إلا أصراط المستقيم يعني طلعت الأول في القبول فأول ما تقابلت في مععد السينما رحت جاري صحبت ورقة من الكلية حتى أنا فاكر كان الموظف قولي يعني بتسع بارئة أكليي قلت له أصلي مسافر قلت له أصلي مسافر مش عاوز أقول له حروف ما عند السينما وبرضه أياميها ما كانش يعني فاهم السينما كان بالنسبة للجمهور العادة أنا فاكر خالي بيقول لك سينماة إيه اللي بتعاوزها دي بتعاوز إزاي تطلع مشخصاتي قلت له أنا ما ليش جعب التمثيل خالص يعني فاهم يعني بتستهدف قسم تصوير أيوة كان أصحابي وإحنا في السنوى يفرح أول لما يمون جمع أخده مصوره في مصر الجديدة في الفوتوغرافيا وكده بس كان السينما عندي من السيبة كنت أنا ومحمد خان قبل ما يسافر لندن وحتى لما يسافر لندن على طول بنترسل بالأفلام أي الأفلام المصرية الجديدة هو الأفلام يشافها هو كذا فالسينما كانت دخلت في حياتي لما عرفت بالذات أنها تدرس مش وبعدين داية الدولة عاملة يعني مش حاجة أهلية مش حاجة كده يعني نشأت أكاديمية الفنون في البداية بالضبط بالضبط فده كان هدف الأساسي وليه عاوز أدرس السينما لأن في حاجات أنا لازم أدرسها أكاديميا زي المعمل السينمائي يعني معمل السينمائي غير المعمل الفوتوغرافي خالص يعني وحاجات كتير بقى في التكوين وطبعا أنا استفدت في فايدة كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر